في هذه التضاريس الجبلية بالأطلس الكبير بدأ سكان جماعة إغيل يضمدون جراحهم بعد الزلزال في هذه الجماعة الصغيرة بدأت الحياة تعود إلى طبيعتها يوما بعد يوم الأمور كترجع المزاريها الحمد لله من اللي تستريق جو يعني الدولة صفتت لنا جاء العسكر جاء التعاول الوطني جاء أصحاب الوسيبية يعني الحمد لله الجمعيات المجتمع المدني داخل الوطن خارج الوطن الحمد لله بدل وقت ترجع لمجالها تأمين الطرق المتضررة جراء الزلزال أتاح تلبية احتياجات الساكن على نحو أفضل من أجل ضمان التعافي السريع للجميع والسمرار التمدرس للأطفال إضافة إلى خدمات الربط بالماء والكهرباء والاتصالات جاءوا الناس لإعانات دي والجمعيات لسمية المجتمع المدني والسلطات يعني جاءوا الناس دي والعسكر كل التريبات لي الطار كاللي ما بقى لي والو كل مشت لي عائلتو كاللي فمشي نمو يم الحمد لله شوية الحمد لله شوية الحمد لله شوية بضل الحركة تضر شوية الحمد لله الأشخاص الذين دمرت منازلهم جزئياً أو كلياً ما زالوا يستفيدون من أشكال المساعدات الاجتماعية والطبية لا سيما في الجماعات الأكثر تضرراً من قبيل التالة نعقوب وإيجوكاك وإغيل وأغبار ترجمة نانسي قنقر